كل ده كان خلاصة ان انا مش بخطر في النهاية ان انا اكون واحد من اهم المعلقين في مصر او في الوطن العرق خالص او تكون معلق اصلا او كنت انت ببص لها ان المعلق ده يعني في النهاية بياخد كام او في النهاية لو انا روحت في الحتة دي مهنة صعبة اسلام اسلام انا عمري ما فكرت في كام عمري فكرت في كام وانا بدرب عمري ما فكرت في كام وانا بالعب عمري ما فكرت في كام وأنا بعلق عمري ما فكرت في كام وأنا بكتب عمري ما فكرت في كام كام هي اللي جت أنا مش يعني أنا مش من كتر الاجتهاد والإخلاص في السهل مش مشغول بالكام مشغول إن أنا عايز أبقى كويس إن أنا عايز أتحسن إن أنا عايز أقرب من اللي المفروض أكون فيه الكام هي اللي عملتي أنا لما روحت أبو ظبي اتعمال لي راتب تحطالي راتب بلاش كيام دلوقتي التعمال الراتب والله العظيم تاني يوم ما أنا علقت في أبو ظبي على أول ماتش في الدور الإيطالي كان روما ليتشي عشان الناس بس ما تزعلش من الكابتن الخطيب أنا خدت ساعة هداية روليكس مزعلانا بالأهلي والروليكس والكلام ده والسعادة والحاجات أنا خدت ساعة روليكس هدية من مسؤول كبير جدا في الإمارات تاني يوم أول ماتش أعلق عليه في الإمارات مكفأ على التقدير أنا ساعتها اتخذت شوية إزاي ومش إزاي واللي بيدهاني مسؤول مسؤولي كبير فقلت له لأ أنا فقال لي لأ إيه قلت له لأ مش عايز أنا هداية من حد قال لي لأ قلت له أنا مش عايز اسم ولا صورة حد تطردني وأنا مسك الميكروفون قال لي لأ ده اللي جايب دي حد كذا اللي بها ما ينفعش أنت تقول كده ولا ينفع حاجة زي كده ودي كان ليه هتقدير تاني عندهم أكتر وأفضل يعني مش مجرد فيه فلان بعيد لأ كذا أخد لا ما كانش فيه الكلام دو والناس دي كبيرة وأكبر من أني أعظم من كده يعني حاجة فوق الوصف ده غير دي فيه حاجات تانية كتير غير الساعات لكن يعني بصرف النظر عن عن الهدايا أو لا أنا عايز أتكلم على موضوع الساعات لكن أنا أتكلم في أمري تاني أن دايما في التوقيت دو هل أنت بعد الشهرة أو بعد العمل في الفضائيات العربية كان في دماغك أني لازم أحافظ على أنه ممكن يتسحب البساط من التعليق المصري بعد محمود بكر بعد ميمي الشربيني بعد الأسماء الكبيرة أحمد عفت أو الأسماء الكبيرة الكابتن حمد أمام الأسماء الكبيرة كمريم جويني أكتنا عن يزيور أكتنا بس أنا أتكلم أن الكابتن محمود بكر والكابتن حمد أمام علقوا في ART فترة من الفترة والكابتن ميمي الشربيني هو الأبرز طبعا بالنسبة لنا كلنا فبالتالي بعد الجيل ده تحديدا الكل كان قاعد فترة يدور على الناس دي فبالتالي لغاية لما طلع مثلا أحمد طيب في أسماء طبعا تانية محترمة زي علي محمد علي زي حاتم مطيشة أسماء طبعا زي متحة شلبي طبعا وغيرهم وغيرهم طبعا أنا بس بذكر الأسماء هل ده كان دايما بيروضك في الماغت؟ مال ده أنا مال أنا أنا هفضلك تهد إلى مال النهاية في حدود حاجتين إمكانياتي والظروف المتاحة هم